بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس بيت إبراهيم وهو بيت مفتوح لجميع الديانات في المدينة المقدسة قام سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطر ياركي للاتين في القدس بتلاوة صلاة جديدة خاصة بمسار الحجاج جاء ذلك قبل قداس الشكر الذي ترأسه المطران دومولان رئيس أساقفة فرنسا بمشاركة المطران الشوملي على وقع تراتيل جوقة الرجاء التي أحيت القداس حضر الاحتفال عدد كبير من الكهنة والرهبان والقنصل العام لفرنسا في القدس ومدير جمعية الإلاثة الكاثوليكية ومدير البعثة البابوية وكريتاس القدس وفي عذات القداس الذي أقيم أمام أسوار البلدة القديمة تأمل المطران مولان في سر الفداء والصلب ودع الجميع إلى اتباع السيد المسيح في طريق الحياة الأبدية من خلال الحب والتضحية